هل النهاردة بنتكلم عن قضية بتهموا كل بيت هل النهاردة بنتكلم عن تربية الأبناء ما بنتكلمش خلاص بقى عن قصص الاختيار ولا الأب ولا الأم هل نتكلم دلوقتي عن مشكلة المشاكل السوشيال ميديا واللي بنشوفه عليها الناس احتارت شبابنا بيضيع ليه واللي ضع ضع ليه وازاي نلقص شبابنا اللي جاي عايزين نعرف ازاي رب ولادنا من الآخر حكم الشرع في تربية الأبناء نعلمهم انت نصاحبهم انت نعرفهم انت الحاجات الخاصة أو ما يسمى الثقافة الجنسية أو ثقافة العفاف انت نوجه ولادنا هل الشرع بيوافق ان احنا نضرب ولادنا هل الشرع بيوافق ان احنا نرائب ولادنا ونتجسس عليهم ونفتح موبايلاتهم خلوا بالكم ان ربما هذه التساؤلات كل الناس تشوف انها اسئلة بديهية اه طبعا ما انا اضرب ابني لو غلط اه طبعا ما من حق اشوف ابني عنده ايه على التليفون بتاعه ولكن احنا بنواجه حرب شديدة جدا من اتجاهات كثيرة تحت بند الحرية لا ابنك خلاص مدام يعني يتعدى سن 10 سنة ولا 12 سنة يبلوه مطلق الحرية ادي لحريته عشان شخصيته احترنا بين الرأيين في حدود فاصلة ازاي نربي ولادنا بالذات ان الاجيال القديمة مختلفة تماما عن الاجيال الموجودة النهاردة كان يقولك زمان العيل ما يقدرش نحط رجل على رجل ودام ابوه ما يقدرش نشرب سجاير ودام ابوه العيل كان بيترعب من نظرة العين وانا عافكة برضو من ضمنهم يعني اهل الغات النهاردة ببسط العين ما عرف اتوجه ام تكلم وام تسكت ما بالكم بالاجيال الجديدة اللي بحطت رجل على رجل ودام ابوه وربما كمان في بيوت كتيرة للأسف الشديد الاهالي هي اللي بتشتير السجار لعيالها